العشرة بالنسبة لكابتن ماجدي طول بكات إيه؟ وهل بتشوف أنه ردود الأفعال عليها تتوازى مع حجم الإنجاز اللي عامل النادي الأهلي مش بس للنادي الأهلي لكن لكرة المصرية؟ لا أنت عارف أنه طبعا أولا ردود الأفعال ما بين العشرة والتسعة مختلف التسعة أكبر شوية وترجع لأسباب كتير أسباب كتير أسبابها كتير أهمها أنه الفاينال كان مع المنافس التقليدي والأول مرة في أفريقيا بنوصل الفاينال مع بعض في أهلي زماني الحاجة الثانية كانت أصعب بكتير المشوار كان أصعب بكتير من دلوقتي الحاجة الثالثة أنه كان فيه تغيير حاصل في الجهاز الفني قبل البطولة ما فيش وقت قصير تقريبا شهر ونصف أو حاجة زي كده كان فاضل ماتشن الوداد وسماني جاء في شهر عشرة والفاينال تلعب على طول شهر حضاشر فنتكلم في تقريبا شهر ونصف فكان الموضوع كان فيه أكشن كتير وكان فيه إفنس كتير قوي المنافس المرة دي كايزر تشيفز مش بنقول أنه منافس ضعيف لا ما فيش حد بيوصل الفاينال هو ضعيف إنما أقل من النادي الأهلي عموماً أو ظهر في النادي الأهلي أظهره بأنه أقل منه في الفاينال فمن هنا جاية الردود الأفعال وبعدين ما تنساش أنه تاني مرة ما كملناش سنة يعني إحنا ما كملناش سنة ما كملناش سنة فأنت بتحكم بثلاثين أفريقيا في تمن شهور فالموضوع ما بيبقاش لا الناس ما حسنساني أنه عادي هو طبعاً مش عادي إنجاز عظيم هو مش عادي أبداً بس هو عشان حصل وراء بعض فأنت تعرف أنت بيتهيالك أنه الموضوع سهل موضوع بيحصل كل شوية هو مش عادي ولا حاجة إنما أنت لسه واخد من قريب فهو ده اللي من أهل الخدة بتاعت الفرق شوية